عزام الحراكة ليه جزئية تانية مهمة جداً وهي تعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر بقائد الكابتن حسام حسن وقتلت بحسن الحديث في هذا الأمر والسؤال لحضرتك هل هي الحكاية بتبقى دايماً في تغيير المدير الفني سواء مدرب وطني أو مدرب أجنبي هل كانت مشكلة منتخب مصر في كاس الهوم الأفريقية الأخيرة أو كاس الهوم الأفريقية اللي قبلها كانت في اسم المدرب عشان أنا أعرف إن أنا حتساعد السؤال ده أصلاً طب هايل هقول لك حاجة خالص بالعكس تفضل براحة بس إيه ها قلت أجيب معايا وثيقة أيوة عشان تعرف ها إن اللي إحنا في ده اللي إحنا في ده ها إحنا فيه من تسعين سنة الله من تسعين سنة بجد يعني بيش حاجة بتتغير ها طب اسمع فضل يا فضل لما حد دلوقتي يعمل المؤتمر أو يقول لجنة والنقطة الشهيرة اللي أنا كنت بتري عليها من عشرين سنة إحنا عايزين مؤتمر لإصلاح مصار الكرة المصرية يعني مصار الكرة المصرية دي حاجة كتا زي إيه إصلاح مصار السابينة فضاء آه يعني هي كبالي الموضاع أوش لا سابينة فضاء ولا حاجة يعني المصار منحرف صنطي وهو رايح كوكب زحل أول أسف ما فيش مصار دي ما فيش مصار خالص آه فالتبت صحح أساساً أما أنت حاجين نعمل مصار الأول أساساً يعني صحية بعدين إيه تلاقي أن الكلام هو هو وحتى أنا آسف يعني مع حبي للبطاطا بتاع البطاطا بيقول نفس الكلام أنا أحب البطاطا قوي وأنا طبعا والسخنة ومنهلبة طبعا ده أهم واحد ده أهم واحد في حياتنا بتاع البطاطا آه يا سلام طبعا ومعسلة قوي يعني طبعا إنما هو نفسه لما ييجي ينادي يقول لك إيه بقى يا جماعة اهتمام بالناشئين اعملوا مشروع لازم دوري منتظم دوري منتظم عايزين محترفين في الخارج عايزين بقى محترفين كتير وحدش سأل نفسه طب إحنا خدنا كاس الأمم يعني اللي بيقول بقى عايزين محترفين أنا معه لعباتنا تحترف برا في أوروبا كتير طبعا طبعا أنا معه ده بس محدش قال لنا هو إحنا كسبنا كاس الأمم ثلاث مرات باربعة محترفين إزاي وكسبنا فرق كلها القائمة كلها 25 واحد بلعبوا في أوروبا محترفين كودفور وكاميرون علمان أن المنتخبات الأفريقية كمان وقتها كتاقوا كمان من دلوقتي يعني كودفور كايت مرعبة كاميرون كايت مرعبة دجين المرعب بتاع كودفور ما خدش مننا بطولة محدش سأل نفسه إحنا إزاي بدوري محلي يفرز لعيبة بالشكل ده ويروحوا ياخدوا كاميرون أفريقي إحنا لدينا أنا بطالب من ده قلت هزين نعمل زي الفيفا بحلم سيب نحلم طبعا فضل إفن قلت وقتها في عشرين عشر طالبت اتحاد الكورة في حينه من فضلك اعمل لجنة فنية تقول زي التقرير بتاع الفيفا بعد كل كسعالم زي التقرير اللي كان بيعمله الكابتن عبدالصالح الوحش من الكاف على كاس الأمم الأفريقية من أول السبعينات آخر السبعينات إيه الفنيات أو ظواهر الكورة اللي خليت نتوشل كده والخططية في هزي البطول صح محدش عمل حاجة محدش عمل حاجة محدش فكر إحنا بس ولا حتى لا بنفكر إحنا ليه بنخسر ولا بنفكر إحنا ليه بنكسر إحنا ببساطة عندنا مشكلة أولا لازم نتدي بيها وندرسها اللاعب بتاعنا اللي يخطو البدنية وقوته الجسمانية وطقته الجهد البدني اللي بيعملوا في المباراة أقل كثير جدا من أي لعب أفريقي بس لنمر واحد فإحنا لازم نشوف أولا الطاقة دي واللياقة دي والسرعة دي مفقودة ليه عندنا طيب لو إحنا معندناش ده معواده الزعي الكلام ده اللي أنا بقوله ما يصحش أبدا إن أنا أقوله لأن يعني لما يبقى فيه اللي أناس بتتكلم في الكورة وتفاجأ بإن فيه حاجة اسمها البطاقة الزرقاء وإنها ممكن أنا بس عايز أقول مثالي يعني وإن ممكن تتطبق أو الفيفا كان بيدلس إنها تتطبق السنة دي وإن تبقى دي مفاجأة أنا أسعى لقوي لأن الصحفي اللي زي حالاتي ويمكن اللي زيك واللي أصغر مني أنا بكتير قوي عارف إن البطاقة الزرقاء دي كانت مشروع حيتطبق من الإفعاب من المجلس الدولي للكورة القدم عشان تطبق في السنة دي أو في مستويات أوليانة 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 لما يبقى حد يشتغل في الكورة وطوله النور بيتكلم في الكورة وتبقى دي مفاجأة بالنسباله دي حاجة تزعلني طبعا ولما يبقى عضو الاتحاد وما يعرفش دي تبقى حاجة تزعلني بقى دي حاجة تفهى لكن لما يبقى فيه مدرب كبير جدا سنة في التمانينات مش حقول اسمه طبعا وبقى أنا قاعد معاه ومشانا الواحد جمان كنت أنا وزميل عزيز عليا جدا يعني وفي الأهرام كنا قاعدين ويفاجأ إن الفرق دلوقتي بتتضرر في العالم مرتين مرة الصبح ومرة بعد الظهر فتبقى ليه مفاجأة بالنسباله وأنا أعرف طب هم لا هو اللي يعرف إمتى صحيح عايز أقول فضل هنا إذا ما كناش متواصلين مع العالم أنا بتكلم مش عالشباب لأن الشباب متواصل مع العالم وأعرف كل اللي أنا بقوله ده وأكتر منه أنا بتكلم على الناس اللي بتدير هو حضرتك بقى شغلتك الكورة ما انتش عارف بيحصل إيه في الدنيا ما انتش عارف إن الفيفا من ضمن دراساته اللي عن جاس العالم إن ما بقاش كفاية إن اللعيب يجري كتير ده يارسن بينجر اللي بقول كده اللي هو مسؤول التطوير في الفيفا ما بقاش اللعيب يجري 14 كيلو دي حالة مهمة قوي لأ الأهم بيجري 5 متر بسرعة قدرها قد إيه اللي هو التفاصيل التفاصيل دي لما يبقى واحد في اتحاد كورة مش عارف الكلام ده أنا بتكلم أنا بدي أمثلة طبعا صغيرة وبسيطة ويعني ممكن الناس تقول لك الورق ده فيها سحصل آه الورق ده عشان دي حالك وتريد يوصيكها من 90 سنة آه بص حالك حالك يعني بغتصار مش عارل نا تفضلي حالك بس إن دي عينة ده مقال أنا كتبته سنة 18 بعد كسر عالم 2018 آه تفضلي يعني إزاي ربط الفعل لرجالي الإعلام أو الإعلام وشارع الكورة في مصر والجمهور بعد آه آه البطولات اللي إحنا شاركنا فيها آه مثلا مثلا يعني لما وصلنا كسر عالم 34 34 عرف 34 دي أمتى يعني من 80 آه 90 سنة الأهرام 90 سنة بالظر الأهرام أولا ما ماهتمتش بالتأهل لكسر عالم أصلا وبعد 3 يام من التأهل كتبت إن إحنا تأهلنا لكسر عالم لكن المقالات اللي كانت نتشرت في كل الصحف الرياضية في الوقت ده ليه اللطائف والمش عرف إيه والوقاء حاجات كثيرة يعني ومن ضمنها الأهرام طلبت بتطبيق الاحتراف كلام ده من 84 سنة أو 85 سنة فيما يتعلق بسنة 18 يعني من 90 سنة تأريد 90 سنة وطبعا 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 بس ده بلغة الزمن هناك كان المصريون يلعبون على طريقة المجهود الفردي اللعب الفردي يعني فكانت طريقة منهكة للغاية في حين كان خصومهم يعتمدون على الجناحين والتوزيع الطويل فكانت الكرة بثلاث لعباد تصل إلى برمى المصريين مش عايز أكمل المهم من 100 سنة يا جماعة المقارة من 100 سنة تكتب دلوقتي عادية سين سنة بالزبط يعني كابتن لطيف في مجلة أكتوبر من كرن في مجلة أكتوبر كابتن لطيف في مجلة أكتوبر يوم 19 نومبر 89 قال وكان عضو المنتخب المصري في كاس العالم 34 قال ما يالي الحاكم ظلمنا في مباراة اللي احنا تغلبناها يعني وطبعا بيعترض على الحاكم وعلى تصرفات الحاكم ونتحمل المسئولية على الحاكم طيب كابتن أو الأستاذ فكري أبازر حاكم يا جماعة من 90 سنة من كلمة الحاكم طبعا لا بس الأستاذ فكري أبازر كتب مقالة عن عن اللاعب المصري سنة 1925 25 25 حرفين بقى من 100 سنة من كورن قال فيه ميالي في المقال ده يعني انقيل في البلد نهضة رياضية قلت نعم لكن انتبتها عوامل الاختلال والاعتلال أحضر مباراة هو بيحضر مباراة بين فريق مصري وفريق انجليزي وأرى أعضاء النادي المصريون متأخرون عن المباراة والحاكم بيصفر وليس في الميدان إلا في الملعب إلا خمسة أو ستة والمتأخرون اللي هم اللاعب المصريين ينقصمون إلى أحزاب حزب تعبان من صهرة مبارح وحزب اللي يريد اللاعب والسلام والخلاصة أننا في حاجة للإصلاح المقالة طويلة على فكرة بس تشوف من مئة سنة حتى من قول نفسك كلام من مئة سنة الكلام ده أما المبررات فهي وحدة 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 دايما وحدة دايما المدرب عشان انت بسأني على المدرب دايما المدرب لا المسؤول عن الخروج وعن النتائج الهزيلة لمنتخب مصر في كاس الأمم والمسؤول عن عدم مصرنا لكاس الأمم ثلاث مرات وربعات والمسؤول على أن احنا خسرنا كاس أفريقيا على أرضنا سنة 74 والمسؤول على أن احنا ما بنروحش كاس العالم والمسؤول على أننا لو رحنا كاس العالم ما بنلعبش كرة هو هو ما يلي جميع اتحدات الكرة من سنة 74 حتى الآن جميع إدارات الأندية من سنة 74 حتى الآن جميع من عملوا في الإعلام الرياضي من سنة 74 حتى الآن شكرا عايز أزود 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 لك كمان لو أنت عايز لو في ناس تاني الله لعيبة طبعا كل دول بقى من فيهم اللعيبة فالحكاية بس مش المدرب المنظومة كاملة المنظومة كاملة تاني الله